موسيقى مساء النور أهلاً وسهلاً ومرحباً من جديد بالصديقات والأصدقاء الذين يتابعوننا على موقع العمق المغربي في حلقة جديدة من برنامج جصهر حيث سأعبر هذا المساء باتجاه القاس سحمد شكر مرحباً سحمد مرحباً السعر حافظي شكراً الدعوة الكريمة شكراً أيضاً على استجابتك للدعوة سحمد أنت كاتب قصة بالأساس لكنك عرفت بكتابة المقالات وهي مقالات عن الوضع التقافي في المغرب هذه المقالات نشرت في كتاب سميته أحلام صغيرة ثم صدر جزء ثاني بعنوان أحلام أصغر هل وضعيتنا التقافية مجرد أحلام؟ وما دلالة النعت صغير وأصغر؟ في البداية كنرحب بنفسي في أحضانكم وكنشكر السعر حافظي على الدعوة الكريمة وكنشكر الموقع العمق على هذا التقليد التقافي الذي يحاول أن يصدخه في المشهد التقافي بخصوص السؤال بخصوص السؤال قبل من الإجابة وحتى توطيئة بسيطة هو أن السؤال يجب أن أتحدث عن قبل الإجابة عن السؤال يجب أن أتحدث عن هذه المعايشة والحاتيتة الشأن التقافي من خلال كتابة العامون الذي كنت أمارسه رفقة مجموعة من الأصدقاء في المنبر التقافي الملحق التقافي الجيلة المنعطف لسنوات وأنا أعايش وحاول أن أرصد مجموعة من الاختلالات وحاول أن أشرحها وأكتب عنها في الساوية التي كانت مخصصة لي في الملحق التقافي الجيلة المنعطف وبعد أن حجب أو توقف لأسباب لوجستيكية نشرته مع جريدة الخبر هذا الكم دي الأعميدة والمتابعات حاولت أن أغربي له وأن أنشوره ضمن جزئين الجزء الأول صدر مع دار نايا بسوريا في 2013 والجزء الثاني صدر ضمن منشورة الموجات التقافية في 2020 أعتز بهذه التجربة لأنها جعلتني لمدة طويلة أعيش وأتتبع بصبر وآنات وألاحظ المشهد التقافي الذي لم يكن في يوم ما سويا للأسف للأسف بخصوص أحلام صغيرة هذه المعايشة كانت بالنسبة لي ما كان يعتبر عند مجموعة من ناس شيء مكتسب عادي وشيء لا يناقش في مجموعة من المجتمعات المتحضرة بالنسبة لنا كانت أحلام أحلام كبيرة بسعة السماء وبسعة الوطن كما نقول أن تطبع عملا أن تنظم أمسية أن تحضر لمسرحية أو لقاء تقافين يعتبر حلما من الأحلام للأسف هذا الحلم يتقلص سنة بعد سنة لذلك في المجموعة الثانية سميتها باقتراح من مجموعة من الأصدقاء أحلام أصغر لأن الحلم للأسف الحلم التقافي في وطننا يتقلص يتقلص سنة بعد سنة هذا هو هذا هو التصور للمشهد المشهد التقافي للأسف المغرب أن مساحة الفعل هي تنكمش سنة بعد أخرى أحلامنا تصغر ونقدر نطرح نعطيه كمثال واجريب نحن مع معادي الدولي الكتاب في الضرب في كتاباتي الأولى كنا مجموعة من الأصدقاء ومجموعة من الفعاليات نطالبه مثلا برفع التسعير عن الطلبة وعن المهتمين بفعل تقليص تمن الكتاب أو تشجيع القرآن من خلال التقليص خلال خلال مجموعة ديموت إذ بنا نفاجأه بتهريب تهريب مع الدولي الكتاب مثلا للريبط مع جائحة كورونا وتتبيته هناك مما كان يعتبر بالنسبة للطلبة نكسة الأسف هي نكسة تقافية للأسف المبادرات كثيرة كانوا يمكن أن أن ينضم دورتين الكتاب دورة مثلا خريفية في الضربدة ودورة صيفية في الريبط وكان ممكن أن تكون هناك مجموعة من الاقتراحات كتاب العربي كتاب مجموعة من الاقتراحات على أن نحن في حاجة إلى مجموعة من المبادرات وليس أنه الريبط مبادرة كانت يتيمة وكانت فريدة بالنسبة للمشهر التقافي المغيب نحن دائما بحاجة إلى مبادرات جديدة مبادرة جديدة ومبادرة خلاقة للرفع من منسوب الفعل التقافي في البلد نعم إذن الأحلام بداية كانت كبيرة كانت شاسعة ولكنها بدأت تضيق وبدأت تضاءل إلى غاية أنه يمكننا القول اليوم بأن هذه الأحلام التي كانت صوب عينيك أضحت اليوم مجهرية أو صغيرة جدا لا يمكن للعين أن تراها كنت تكتب المقال أو العمود وكما أشرت كتبته في ملحقين تقافيين هذا الاعتياد أو هذا الفعل الذي كنت تقوم به وأنا كنت متابعا لما تكتبه على الملحق المنعطف التقافي كان فعلا عمودا حقيقيا مثل ما عرفت الساحة فيما مضى أعمدة حقيقية ولكن هذه الأعمدة اليوم توارت هل هذا التواري ديال هذه الأعمدة التقافية هو أيضا فيه تواري مضمر لكتابها الذين إن شئنا أن نقول بأنهم رفعوا الراية البيضاء ولم يستطيعوا أن يحققوا شيئا صغيرا مما كانوا يودون تحقيقه أم أن تواري هذه الأعمدة جاء لأن الجرائد لم تعد تقرأ وهناك وسائل اتصال أخرى أصبح بإمكاننا أن نبلغ بها ما نريد التساؤل المشروع هذا التساؤل يمكن أن نضع في الإطار التاريخي لكتابة العمود على الأقل في إعلامنا المغربي لا ننسى أننا عرفنا كتاب أعميدة كبار من طينة عبد الرفيع جواهري ساعد مصطفى المسناوي بخط يد عبد الهبار مجموعة من الأسماء الرائدة التي كانت إضافة الأشعار إضافة الأسماء التي كانت رائدة وكنا ننتظر أعميدتها وكنا بشغف ونقرأ ونقرأ ونقرأهم بشغف كبير من بعد مع في التسعينيات وفي بداية الألفية التانية برز مجموعة من الأسماء أسماء تكتبوا بحينك وتبعت المشاة التقافي أصدقاء الذين كتبوا معي مثلا محمد أيت حنى الشيغر فوزي عبد الغني سعيد منتزب مجموعة من الأصدقاء محمد جاليد إلى غير من الأصدقاء الذين كتبوا العمود بغير وكتبوه باستشراق لكن للأسف للأسف كأننا نصارع طواحي الهواء أو كنا نضرب رأسنا في الجدار الأسم هذه الكتابة للأسف هي تخاطب أشخاص تخاطب أشخاص كيف أنه توصيف أشخاص بحلها خياليين أو غير معنيين بهذا الخطاب لذلك إضافة إلى هو أخرى هي انحصار الإعلام المكتوب للأسف مجموعة من الجلائد التي كانت دات مقرؤية كبيرة للأسف أصبحت توزع منها بضعة مئات من النصخ والدليل جيدة الاتحاد الشلاك الذي كنا نتهافت على الملحق والملحق دي العالم إلى غيرها من بعض الملحق التي كان لها موقع كبير في وجودنا وفي المشهد وكانت تستقطب أقلام أقلام فاعلة هذا الانحصار دي الكتابة ودي التراجع ديها فاتح المجال أمام تدوينات العابرة أمام المدونات التي أصبحت تحفل بها المواقع التواصل إلى غيرها لكن للأسف يمكن أن نقول أن هذا المشهد تحول من الكتاب إلى المرأة أو المسموع وإنما بسلبية الناس أصبحت غير قادرة على تداول المقرؤ الناس أصبحت تفضل أشياء كبسولات خفيفة كبسولات خفيفة هي أصبح المكتوب كأنه يرهقها هذا المكتوب أصبح كأنه يرهقها ويشكل عيب أن تقل عليها هي تبحث عني ومن حقها هي تبحث عني الفرجة عن البتسامة تبحث عن أشياء لا تنغص هي العميدة أو العمل الذي كنا نقوم به مثلا المجهر إلى يديك هي كانت تسبب نوع من تنغيص على بعض الناس لأنك تناقش الشأن التقافي والشأن المحلي وهذا بوحد الحرقة كتحاول تنقل هذا الألم تنقله إلى القارئ وإلى المتلقي وهذا المتلقي أو القارئ الصبر الذي كان من طينتنا ومن عينتنا هو إن قرض الآن أحنا أمام أجيال أخرى أجيال فيسبوكية تريد مريحة تريد أن أخذ الحياة بسهولة تريد تحقيق أشياء مكتسبة بسيطة جدا نعم إذن العمود التقافي مثله مثل أشياء جميلة كثيرة صارت في طريقها نحو الاندطار نظرا لما شهده العالم من متغيرات وأيضا نظرا لطبيعة المتلقي الذي أصبح كما قلت يبحث عن الجاهز عن الصورة عن الحركة وأيضا عن الفضيحة ما ننسوش هذه المسألة أن اليوم أغلب الأمور التي تشاف وتتقرأ هي التي تتكلم على الأمور الفضائحية المتعلقة بالجهير وبحياة الناس الخاصة اليوم بعد صدور هذا الكتاب أو بعد صدوره بسنوات ومقالاته التي كتبت قبل سنوات ما تقييمك لوضعين التقافي وهل تحقق جزء من تلك الأحلام التي كنت تكتب عنها اليوم وأنت تتفحص الشارع تتفحص المكتبات تتفحص الفضاء التقافي بعينيك تاقبتين أحلامك التي كنت تنتويها هل ترى منها شيئا الآن أم لا شيئا بالمطلق للأسف هي كانت أحلام لكنهم وقادوها الآن لأسف هي كانت أحلام لكنهم وقادوها قتلوها لأننا ما يروج الآن في المشاة التقافي هي هي ليست تقافي التكوين وتقافي التأطير الأجيال القادمة ما يروج الآن هو نوع من تسليع نوع من البهرجة البهرجة التي نحن في غينة عنها نحن في حاجة إلى تقافة حقيقية إلى آليات للعمل على الرفع من منسوب الفعل التقافي إلى دعم النشر إلى دعم الطبع إلى تجدير ملتقيات حقيقية وليس هذه الملتقيات السينمائية الآن التي في كل قرى والمدن أكثر هي توجد في مدن لا تتوفر حتى على قاعات العرض للأسف هي أصبحت بمثابة ريع للأسف هو أن مجموعة من الملتقيات أو مجموعة من بخص السينمائية أو مجموعة من المهاجات هي أصبحت ريع وأصبحت ملك مسجف ضمن بعض الأشخاص للأسف الناس يستنفعون من هذا نحن نريد فعل تقافي نحتاج إلى فعل تقافي فاعل إلى فعل تقافي مواطن منصف يشمل جميع أزاء الوطن للأسف نعم إذن ربما كأنك تريد أن تقول لي بأن الأحلام تحولت إلى أضغاط وما كنت تريد رؤيته عبر الحلم حينما استيقظت وجدت أن الواقع لا يتسع له ولكن دائما نعيش على الأمل السهم ودائما لنا أمل في هذا الوطن أن أحلامنا لابد أن تتحقق يوما إذن لي أعود معك إلى اهتمامك الأساسي اللي هو القصة القصيرة الملاحظة على قصصك أنها امتداد لمقالتك أو على الأقل تم تترابط بينهما من حيث أن القصص تنحو منح التوتيق على سبيل المثال تودا ثم مجموعة العناصر التي نصادف فيهما توتيقا لذكريات عبورك من أماكن مختلفة وتحقيبا لفترات من تاريخك فهل يمكن للقصة أن تكون أداة للتوتيق ثم قبل أن أمر معك إلى شق تاني من السؤال بعدها جاوبني على هذا السؤال علاقة القصة بالتوتيق أولا في البدء كانت القصة وتستمر القصة عشقي هو عشقي للقصة واستمراري هو في كتابة القصة كتابة العامود هي نوع من التنويعات الكتابية نوع من الشغال لأن بحكم كنا حاملين لهم التقافي ضروري أن تصرف آراءك عبر مجموعة من 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 أشكال الكتابية كتبت كتبت في شكل ليومية كتبت في شكل العامود وأيام في زمن كورونا كتبت ليومية أيضا وأنشرها الآن على شكل حلقات في المنعطف وصلت الحلقة 19 هذه هي نوعات لكن العشق العشق الأساسي هو كما أقول نهري نهري أنا نهري الكتابي هو هو القصة و أنوّع هذه السباحة السباحة الكتابية هو نوع من تنويع في الأشكال في الأشكال تناول القصة من حيث رؤية من حيث اللغة من حيث تقنية ما ما أحاول أن 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 بالنسبة للتوصيف للتوتيق أولا كنشكرك أولا هذا كده الاهتمام وقراء المجامع القصصية وأفتح قوس لأقول هو أن أنا أكتب ودور النقاد هما مجموعة من النقاد والأصدقاء الذي تناولون مجامعي الثلاثة بالتحليل والدرسة أبانوا لي عن مجموعة من الأشياء أنا كنت غافل عنها مجموعة من تقنيات من المواضيع من مجموعة هذه التي أحاول أن أتناولها في كتابتي القصية هالكتابة النقدي أو الإحاطة هي التي أنارت لي وهم مشكورين أغلقوا القص بالنسبة بالنسبة لي أنا أميس الكتابة أنا أميس كتابة القصة بشكل مشتاء للأسف نحن نبقى بيننا تاني في تحقص نبقوا مقصرين تجاه الكتابة لأننا لا نقصر الوقت والحب والجهد الحب وإنما التزام اليومي للكتابة لأننا كنا إكرهات المعيش وإكرهات الوظيف للأسرة هذه تحول بيننا وبينا المماثة الكتابية اليومية أنا أحاول أن أكتب أن أنهوها كما قلت في تناول القصة وتصور لها ورؤيتي لها كي بقى هذا الملمح هذا الملمح النقدي الذي أشرت له ممكن أن يكون خصوصا وأنني أحاول الكتابة هي كما قلت تؤرخ لمصاري لمكاني عبر مجموعة من الأمكان التي التي استقرجت بحكم وظيفتي في التدريس وتؤرخ أيضا لمقرؤي لأن لا يمكن أن تكون كتابة دون مقرؤ والتعامل مع الكتابة والتصور ونضج هذا المصار كيف 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 بالنسبة لك التوتيق لم يكن لم يكن قرارا ولم يكن مسألة في عمقك أنك اخترت أن تقوم بها ولكن القرى والنقاد هم الذين استخرجوا هذه العملية من كتاباتك مثل وانا أقرأ نصوصا للسحمد بوزفور قلت له بأنه لو لا هذه النصوص لضعت أشياء كثيرة عن البادية المغربية ولكن هو لم يكن يقصدها وكتب اللحظة فقط ولكن اللحظة التي كتبها في السبعينيات أعطتني أن اليوم نظرة حول البادية التي كانت في ذلك الوقت والطقوس وطريقة جمع الحطب وما إلى ذلك ولكن سنبقى معك في التوتيق مدم أننا جبدنا في النيقاش التوتيق هو يكون بلغة تقريرية والكتابة الأدبية تكون بطريقة شاعرية جمالية وش هذا الحد الفاصل بين التقرير والشعر الجمالي وش ما وقعتش فيها استحمد أنت تكتب القصة القصيرة أو أوقعوك فيه هؤلاء الذين استخرجوا من قصصك التوتيق لم يقولوا لك بأن التوتيق جرك إلى التقرير يا مثلا أنا كما قلت سابقا هو أن دوري أو حريتي الكتابية تنتهي أو ملعبي ملعبي الشخصي هو في الكتابة في البحث عن عن تصوري الخاص للكتابة مثلا أنا عندما تنويع تنويع مثلا في التناول الصردي في مجموعة دي القصص شعرنا القص تحسين لغتي لغة الكتابة هذه أشياء أنا أسعى إلى توضيفها من خلال تطوير كما قلت لك مقرؤي يبقى الجانب الذي أشرت إليه للتوثيق أو اللغة التقرية أنا أبتعد عنها لأن هناك دائما حد فاصل ما بين كتابة الصرد وكتابة العمود دائما هناك العمود هو يسعى يسعى بالضرور إلى توصيل مجموعة فكرة أو فكريتين من خلال لغة مباشرة من خلال معطيات من خلال إحصائيات أما في القصة فأنت تحاول أن 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 تصل أن تصل مع متلقيك إلى تصور إلى حلم أن تشركه في في مطبخك المطبخ المطبخ الكتابة أو هذا التصور الذي أن تسعى إلى هذه اللحظة الجمالية تحاول أن تصور لهذه اللحظة الجمالية التي تحلم بأن أن تحققها في كتابة أنا عندي واحدة صور إذا لم تكن كتابتي تشكل قيمة مضافة للمشهد القصصي المغربي لن أكتب حرفا وحاول أن أشكل أولو زي بسيطة وحد الإضافة تشكلين أسعى إلى أن لا أكرر نفسي كل مجموعة وحاول أن تأتت مجامع كل مجموعة وحاول أن أن لا تشبه سابقتها وكل مجموعة لها فضاءتها لها شخصها لها تصورها لها التصور وأسعى دائما إلى تطوير كتابة كي يبقى من حق القارئ ومن حق الناقض استخلاص هذه الخطوط العريضة للكتابة هذا حق مشروع لأي ناقض أنا حريتي أو تنتهي في الكتابة التحليل والتأويل وذلك هو دور القارئ دور النقاد دور الذين يسعون إلى فتح فتح أعيوني وأعيون القراء على ما تحبلوا به أو ما قد تأتي به هذا الكتاب القصص أعود معك إلى الحلم بابا كينا واحد الأحلام اللي هي في الحقيقة مشروعة كما أسلفتها سابقا وهي من بين الأساسيات دي الحياة لا يجب أن تكون حلما يجب أن تكون أمرا متحل للجميع واليون في المغرب واللينا كان حلمو أنه فقط يكون عندنا اتحاد كتاب للمغرب مقاد ما يكونوا فيه لا نزاعات لا خصومات لا ولو وعقد لمؤتمر دياله وتكون الفرع دياله وتنضم الأنشيطة كيف ترى مغربا بدون اتحاد اللي كتاب المغرب استحمد والأسف للأسف للأسف أننا للأسف نحن في نحن في في وضع لا نحسد عليه للأسف للأسف وهذا التلاسون وهذا الذي وقع وهذا التنافر الذي وقع لا يخدم أبدا للكتابة وللكتاب وهذا البحث عن إغراء عن إغراء الكرسي والبحث عن استمرار فيه والالتفاف حول المشروعية وحول القوانين للأسف هو يعمق أكثر الهوى فيما بيننا ويصوق صورة سيلبية صورة سيلبية عن المتحكمين في المشهد المشهد التقافي المشهد التقافي أو الاتحاد الكتابي لذلك نلاحظ أن مجموعة من الكتاب وضعوا مسافة ما بينهما من هذه التنظيمات بصفة عامة وما يعيشه الاتحاد الكتاب مغريب ليس جديدا هو عرف دائما هذا المد الجزء عبره إلا أنه استفحله في أواخر التسعين يتكون نعشنا لبادي اللي كانت أساتر رابطة رابطة مع مجموعة من رابط كتاب مغريب مع مجموعة من الأسباء وإن الأسف أيضا إذ محلت وتوارت إلى الخلف وبقي الفراغ هو سيد لما كان نحن نعيش فراغ مهول للأسف نعيش فراغ مهول بكل 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 للأسف نتمنى كما يقولون نحتكم إلى العقل الناس يجلسوا الكتابة أو المشاة التقافي لا يحتاج إلى إلى كل هالتلاسن وهالتطاحن من يوجد أن يخدم الفعل التقافي يخدمه من أي موقع هو فيه وليس بالضرورة إلى حتى يتقلد المناصب هذه المناصب هي نوع من نرجسية أو نوع من الوهم الذي يعيشه البعض للأسف لا يمكن نختم معك الحلقة بلما نقش معك الأحلام التي تراوضك أيضا وأنت رجل تعليم أفناء جزء كبير من حياته مدرسان وهو اليوم مسؤول في الإدارة الترباوية وفي العمود اللي انت كتكتب فيه أحلام صغيرة ثم استحالت إلى أحلام أصغر الحلم ديالك أنت كرجل تعليم مربي مدير كيف كان وكيف صار وأنت على عتابة أن تنهي مشوارك في هذا القطاع طبعا المشاكل رهما معروفة ومفضوحة وكيف نحن تحدي اليوم على الأحلام للأسف 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 ربما لن نختلف معك هو أن عندما دخلت إلى المهنة دخلت بحب وعشق لأن كانت استهويني مثل مجموعة من جلادي عاشها مخاض الدرسة في الجامعة وكانت لنا أحلام كبيرة أحلام التغيير وهذه الأحلام دائما كانت الأرض التي ممكن تحققها هي من خلال تكون مخلص في عملك ومن خلال أنك تكون عنصر موجب وليس سالب ومن بعد من خلال الكتابة إلى غيرك نحاول أن نكون مستنين رين أي أن نحمل مش على الإنارة لكن للأسف ما نلاحظه هو أننا هناك دائما تراجع مهول في كل مجالات الناس يحاولون أن يقتلون أحلامنا أن يضمروها للأسف ليس في الفعل التعليمي في جميع الميادين أنه ممكن أن نحن نشوف المشهد السياسي لم يعد لدينا أحزاب للأسف لدينا ذكاكين انتخابها تفتح أي منتخابات أين هو الإعلام الحزبي أين هو الإعلام الحزبي الذي كان يقام ويقعد له مثلا أين هي الجرية التي كانت نقرأها بشغف للأسف تردي والتراجع وقتل الأحلام ليس في المشهد السياسي ليس في المشهد النقابي ليس في المشهد الحقوقي ليس في المشهد الجمعوي أصبحنا أمام تفريخات تفريخات لمجموعة من الهيئات ومجموعة لا تخدم الفعل التقافي والفعل التعليمي أكثر ما تدمره للأسف الفعل التعليمي ليس هناك إرادة حقيقية لإصلاح المنظومة التعليمية عندما تتوفر الإرادة الحقيقية وأقول وتحمل فهم سؤلتي ساعتها يمكن أن لن نستورد لا بيداغوجيات أجنبية ولا بالإرادة ممكن أن نجلس ونحقق نحقق ما نحن الآن عندما نتحدث للتعليم للأسف السرطان التعليم الخصوصي دمر منظومة التعليم للأسف دمرها إضافة أن هناك إرادة إرادة للتجهيل وإرادة للتفقير الأسر لأنها مشغولة غير بتدريس أبنائها الآن القيمة المادية التي تصرفها الأسر على تدريس أبنائها هي تستنزف أحيانا تستنزف تولوت إلى أكثر عندما يكون أكثر من في الأسرة للأسف هذا الحصيل ما هي الحصيل نحن نشاهدها حصيل بائسة في كلا القطع للأسف شريحة شريحة العاطلين واسعة نحن 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 فيه في النخبة من سوب المواطنة ضعفة إلى أقصى انتشار نحن نحن بأن تأتي هذا الموقد من الضلال الذي سيصلح منظومتنا التعليمية منظومتنا التقافية منظومتنا الحقوقية ونحقق هذه الكرامة التي نحن بحاجة إليها فقط استفزني هذه العبارة الأخيرة منظومة الحقوقية ودائما في إطار الحلم تقريبا قبل أسبوعين صدر عفو عن مجموعة من المعتقلين السياسيين على رأسهم صحفيين معتقلين لو كنت لازلت تكتب عمودك على الجريدة أليس هذا حلما تحقق ولم يكن منتظرا هل كنت تتكتب عنه أم أن أحلامك هي أحلام تقافية محضة هو حلم تحقق بالنسبة للجميع هذا الحلم كان لابد أن يستغويني وأن يستغويني للكتاب أنه ليس سهلا أن يعانق هؤلاء هؤلاء الصحفيين الحرية ويعانق النور لأنهم ضريبتهم أنهم كانوا أكثر جرأة أكثر أكثر جرأة في كشف عن كشف سوئتنا للأسف هالناس كانوا أكثر جرأة لذلك لا أكون جد سعيد أن أشارك فرحتهم وأن أكتب عن هذه تحقق هذه الخطوة الكبيرة وهذا المكسب الكبير شكرا استحمد شكرا على هذا العبور الجميل على استجابتك لدعوات البرامج وموقع العمق المغربي في انتظار أن تتحقق أحلامنا طبعا أحلام تقافية وأحلام في العدالة وفي الكرامة سنواصل الحلم إلى أن نستفيق يوما ويمكننا ملامسة هذا الحلم باليد ومعانقته بصدر نرحب لك كلمة أخير استحمد شكرا بدوري نشكرك على الدعوة الكريمة ونشكرا موقع العمق المغربي ودائما نحن لو لا الأحلام لا لنضطرنا ولا شكرا قبلها كلنا كلنا نعانق ذلك الحلم بحب أكثر شكرا على الدعوة الكريمة مرة أخرى قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر العجب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر